بسم الله الرحمن الرحيم وقبول الطاعات بإذن الله وكل سنة وكل إخواتنا المسيحيين أيضاً بمناسبة الصوم الكبير ربنا يتقبل منا جميعاً ويا رب دايماً في أحسن حال مصرنا الغالية العظيمة بشعبها الجميل وبكل مصريين العظماء يا رب دايماً في أحسن صحة وأحسن حال وحشتوني قوي قوي لأن المكان دا بيوحشني القناة دي بتوحشني الزملاء العظماء دول بيوحشوني حضراتكم دايماً وحشني في أي مكان لكن مبسوط قوي أن أنا موجود معاكم كالعادة وفي شهر رمضان الكريم هتكون شاشة صدق البلد وبرنامج الماتش موجود معاكم من الساعة 11 للساعة 12 ساعة واحدة مفوض نلم فيها كل حاجة نتكلم فيها في كل التفاصيل مفيش معنا ضيوف لكن ممكن يكون معنا مداخلات فهنجري مع بعض فخدوا نفس طويل ويلا مع بعض نبدأ بسرعة جداً الماتش أهلا وسهلا بيكم أهلا وسهلا بيكم مرة تانية كانت مباراة جميلة جداً على مستوى نهائي بطولة كاس مصر يرد حد يقول لي جميلة ايه يا دي مباراة هو ده مستوى فني هي بصراحة كان مستوى الفني أقل من المنتظر ليه أقل من المنتظر؟ لأن كان عندنا ماتش أهلي وزمالك فمستنين منه مستوى أهلي ومستوى زمالك كان عندنا نهائي كاس مصر فكنا مستنين مباراة طليق باسم نهائي كاس مصر وإحنا عندنا أحلى مباراة يمكن تلعبت في تاريخ القمة المصرية كانت في نهائي كاس مصر سنة 2007 لما كسب الأهلي الزمالك أربعة ثلاثة فالناس كانت مستنية إلى جانب بقى معطيات تانية من نوعية أنها بتتلعب بكل هذه الأجواء والتغطيات وفي ملعب خارج جمهورية مصر العربية في الأول بارك اللي بيتلعب عليه دلوقتي مباراة النصر والعين في دوري أبطال أسيا هنتكلم عنها ماتش مجنون برضو بيتلعب دلوقتي هناك إلى جانب بقى فكرة الأجواء الجماهيرية وفكرة الثلاثة وعشرين ألف تسعمائة مشجع من أصل خمسة وعشرين ألف سلم أو مدرج أو مقعد ممكن يسعوا استاد الأول بارك كنا مستنيين مباراة أحلى من دي فنيا لكنها بشكل عام ما كانتش مباراة سيئة ما كانتش مباراة محبطة لأن الدراما اللي كانت فيها اتخلقت من خلالها قصة مثيرة وهي فوز الأهلي في الدقائق الأخيرة بهدفين دون مقابل فاز الأهلي أمام جماهير كانت ربما أكثر نسبيا من جماهير الزمالك وبقميص أحمر وبشرط أسود نجح الأهلي من خلال لاعبي إمام عشور لاعب الزمالك السابق وأفشى البديل اللي أول منزل صنع ثم سجل وبحضور جوزي مورينيو اللي حلل المباراة بل ونزل بكأس مصر برفقة الظاهرة البرازيلية رونالدو ومعه الإيطالي القائد الملك فرانشيسكو توتي نزلوا لأرض الملعب بقميص الأهلي والزمالك على الترتيب ولعبة المباراة اللي الكل أجمع أن الزمالك فيها كان الطرف الأكثر تنظيماً والطرف الأكثر خلقاً للفرص وإن كانت الفرص عموماً ما كانتش كتير على مستوى المباراة ولكن الأهلي في النهاية هو من حسم المباراة هو من كان صاحب النفس الطويل هو من كان الأشرس وبالتالي هو من حصد لقب البطولة في النهاية رقم 39 مليون مبروك للأهلي مليون هارد لك للزمالك ولكن هي بطولة انتهت بتفاصيلها من أول ما بدأت سنة 22 أكتوبر من الأدوار التمهيدية لحد ما خلصت في بدايات شهر مارس 2024 فمبروك للأهلي اللي احتفل لعبوه مش بس بالتتويج بل بعدها بساعات بالانضمام إلى منتخب مصر عشرة من لعبية الأهلي في قوام المنتخب الوطني في قائمة الكابتن حسام حسن الأولى فمرة تانية مبروك لهم ومبروك مرة تانية للتتويج بشكل عام للأهلي مجلس إدارة ولعبين في ملاحظات ممكن نتكلم عنها سريعا عن المباراة دي من اللي رصدتها قبل ما نتكلم عن بعض الأخبار المرتبطة بيها رقم 1 إنه الجماهير كانت حلوة قوي الجماهير قبل المباراة يمكن كنت بحسن حظي موجود مع حضراتكم من خلال شاشة ومبسي مصر في تغطية ما قبل المباراة برفقة الزميل سيب زاهر والنجوم كابتن حسام غالي كابتن أحمد حسام ميدو كابتن حازم إمام كابتن عماد متعب بدون ترتيب على مستوى الأقدمية لكن كلهم نجوم مصر فكانت الجماهير إحنا كنا في الفانزون جماهير ورانا أهلي وزمالك بلا أي فواصل وده يبدأ بهتاف وده يرد بهتاف وده يسخن شوية ده يهدى شوية يستجمع طاقاته يروح مغني شوية كانت أجواء حلوة قوي والحقيقة درجة الحرارة كمان كانت حلوة قوي فكانت كل حاجة بتقول إنه ما تيجونا استمتع بالأجواء اللي قبل المباراة دي واستمتعنا الحقيقة بما قبل المباراة وما بعد المباراة أكتر شويتين بما داخل المباراة نفسها در أول نقطة رقم اثنين كانت فيه مناوشات خلال المباراة لكنها لم ترقى إلى حد المشكلات إلى حد إثارة الشغب إلى حد إنه تشاور على الجمهور ده أو الجمهور ده وتقول ليه عملت كده المناوشات كانت موجودة والحقيقة إنه ما تقدرش أبدا تشيلها من كرة القدم بل إنها جزء من كرة القدم لازم نعترف بده طالما ما خرجتش بيها عن النص وإن كان فيها حاجات ممكن تقول إن فيها مناوشات قد يقبلها البعض وقد لا يقبلها الآخرون مثلا جمهور الزمالك أي كرة كانت بتيجي لإمام عشور كانت على طول بصوت عالي كده بتلاقي المدرج اللي في التالتة يمين بيهتف نفس الهتاف علشان يحاول يخرج إمام عشور عن تركيزه في أمر بدى طبيعيا بشكل طبيعي رد عليه إمام عشور بإيه؟ بإنه حاول إنه يحتفظ بالكرة أكتر وإنه يعمل مراوغة أو اتنين تديله الثقة فكانت أول مراوغة إنه راوغ عبدالله السعيد لاعب الأهلي الأسبق وبالتالي دي كانت اللقطة اللي احتفى بيها جمهور الأهلي سريعا بإنه قادي إمام اللي بتقوله علي أهرقص عبدالله اللي انضم قادما بعد محطتين من الأهلي إلى الزمالك فكانت دي اللقطة الحلوة على مستوى الجمهور من هنا والرد من هنا كان عندنا لقطة حزن جمهور الأهلي من عدم دخول معدتهم في أرض المباراة ودي اللقطة اللي كان من خلف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المنظمة للمباراة باعتبارها حدث ضمن أحداث موسم الرياض واللي لما لقى الجمهور ساكت تساءل جمهور الأهلي ساكت ليه وكان قدامي أنا بين مجلس إدارة النادي الأهلي وبين المستشار تركي آل الشيخ مجلس إدارة النادي الأهلي اللي مسله أغلب أعضاء المجلس سواء كان قدامي أنا بالضبط كابتن حسام غالي وكابتن أو الدكتور محمد سراج الدين والأستاذ محمد الضماطي والأستاذ طارق قنديل بدون ما أنسى أسماء لك أنا بتكلم على اللي كانوا قدامي وقدامي برضو كان أمير توفيق مدير التعاقدات ورئيس شركة الكرة في النادي الأهلي فقام المستشار تركي آل الشيخ وقال لهم هو إيه المشكلة فردوا بأن المعدات ما دخلتش فقال مباشرة وجه بدخول المعدات للجمهورين لأن الجمهورين المدير التنفيذي لشركة الكرة أمير توفيق فوجه بأن الجمهورين يدخل فرح المزيع الداخلي بعد ما كان الزميل عبدالعزيز العبدان اللي كان في المدرجات بيعمل لقاءات مع الجماهير اتنقلت له المطالب الجماهيرية دي فرد بأنه لأ دخلوا المعدات فدخلت المعدات بعدها بشوية بعد ما المزيع الداخلي أعلم بأنه بتوجيه من المستشار تركي آل الشيخ تدخل المعدات للجمهورين علشان يحتفلوا ويحيوا ويشجعوا بالطريقة اللي هم عايزينها هنا بدأنا نسمع صوت الطبل من جمهور الزمالك ناحية اليمين بينما جمهور الأهلي ما بيهتفش إلا هتف واحد بس واحد اتنين إدارة الأهلي فين فهنا من جديد قام المستشار تركي آل الشيخ ورح سائل الدكتور محمد سيراج تحديدا بعت له حد يسأله على بعد خمس ست مدرجات كده فقال إن الجمهور لسه مش بيشتكي لأن المدرجات أو المعدات بتاعته ما دخلتش قال أنا بقول دخلوها ضروري إن هي تدخل فهنا ما دخلتش في فضل الجمهور الأهلي زعلان أغلب الوقت فالناس تساءلت وأنا وصلت للإجابة وأنا هناك ليه جمهور الأهلي ما دخلوش المعدات بينما جمهور الزمالك دخلوا المعدات فوصلت للإجابة وهي إنه في سببين السبب الأولاني إنه معدات الأهلي لم توثق في الاجتماع الفني اللي اتعمل اليوم اللي قبل المباراة بينما جمهور الزمالك الدخلات بتاعته والمعدات بتاعته كانت موجودة وموثقة وبالتالي كانت قبلت لكن لما تمنع دخول الكل اتمنع دخول الكل فلما توافق على دخول الكل دخلت معدات وأدوات ودخلت ولافتات الزمالك اللي كانت موثقة بينما الأهلي انقسم الرفض إلى سببين السبب الأولاني هو إنه اللافتة اللي كانت موجودة أولا ما كانتش موثقة في الاجتماع الفني ثانيا حصل تغيير ما بينها وما بين اللي كان موجود ثالثا في الجزء الأولاني من الرفض يعني هو إنه كان فيه إحدى اللافتات فيها كلمة مؤامرة مؤامرة دي كانت ردا على مثلا حاجة جماهيرية تخص الزمالك فكي يعني ده يتساؤل مثلا إن انتوا بتقولوا عن المؤامرة طب مش عارف إيه حاجة كده ما وصلنا لهاش بالظبط بس كلمة المؤامرة لأسباب أمنية هي غير مقبولة لدخولها الملاعب في المملكة العربية السعودية فرفض ده طب ماذا عن المعدات الباقية سواء من طبل أو من اسكارفار أو حاجة قبلت دخول لكن كانت وقت صدور القرار بأنها تدخل ما كانتش موجودة في محيط الاستاذ كانت مشيت ما كانتش استنت وده السبب وراء إنه ولا اللافتات دخلت أو الدخلة أو التفو زي ما قالها بالظبط المسشار تركي قال الشيخ دخلوا التفوهات بتاعة الجمهور ولا المعدات دخلت لأنها ما كانتش موجودة فكان ده السبب رغم الحقيقة محاولات قوية سواء من مجلس إدارة النادي الأهلي أو من المسشار تركي قال الشيخ فدي النقطة اللي كانت عملت التساؤلات بالظبط كما رصدتها عيني من قدامي ومن خلفي ومن تساؤلاتي اللي كانت بين الشوطين في المباراة اللي انتهت بفوز الأهلي في النهاية اتنين صفر طيب دي النقطة التانية النقطة التالتة قبل ما يدخل لشوية حاجات فنية سريعا هي النقطة الأكثر جدلا بعد المباراة وهي لقطة شيكابالا ودونجا مع جمهور الأهلي بعد ما خلصت المباراة وفاز الأهلي وجات مرحلة تسليم الميداليات الفضية مش كل لعبة الزمالك راحوا عند المنصة بتاعة التتويج وجات اللحظة اللي شيكابالا كانها يطلع فيها علشان يدخل ياخد الميدالية الفضية بتاعته وهنا خرجت هتافات من جمهور الأهلي أنا بحكي إلا أنا سمعته بنفسي كواحد بمثلكم في المدرجات بشوف المشهد وبحكي لكم يعني هتف جمهور الأهلي هتاف لا يخص شيكابالا نفسه وإنما يخص نادي الزمالك اش هقوله بس هتاف ما فوش تيمة لكن هتاف شهير جدا اتربنا من وإحنا صغيرين حاب نسمعه من جمهور الأهلي زي الهتافات اللي بنسمعها من جمهور الزمالك اللي ما فوش تيمة بس فيها استفزازات هتافها بخصوص الزمالك هنا رد فعل شيكابالا كان فيما يخص الإشارة إلى الساعة والإشارة إلى الأموال واللي تبعه بعدها دنجة بنفس الإشارة إشارة الأموال تحدها تحديدا يعني والهتاف اللي ممكن كان يكون حصل تجاه لاعب بعينه كان ممكن يكون عبدالله السعيد وهو مثلا كان فيه ده هتاف فيه شتيمة في خلال المباراة لما شات كرة كانت تعالية اللي هي الكرة الطويلة اللي فوق العرضة وفي ناصر ماهر برضو كان فيه إشارة كده أو كلمتين تلاتة ما كانتش بنفس درجة الصوت اللي تقالت تمام؟ طيب ده المشهد بالزبط زي ما حصل قدامي ماذا بعد؟ إيه القرارات بقى اللي هتصدر؟ النهاردة وكان الحقيقة مراقب المباراة الكابتن عادل محفوظ هو اللي كان في المباراة وقابلته في الفندق قبل المباراة وشفته هو رايح الاجتماع الفني وكنت بسأله على إيه اللي هيحصل وبيحكي لي بالزبط إيه اللي بيحصل ده قبل المباراة إيه بقى اللي دون في التقرير النهاردة؟ النهاردة اتبعت تقرير مراقب المباراة إلى لجنة المسابقات أو إدارة المسابقات اللي بعدها بتصدر القرارات طبقا لما دون في تقرير المراقب إيه اللي اتكتب في التقرير؟ واحد اتكتب أن جمهور الأهلي بدأ بالهتاف تجاه الزمالك بجملة كذا ما أثار اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا الذي رد بالإشارة بالأموال وإلى ساعته فيما رد دونجا بالإشارة إلى الأموال ده اللي اتكتب بالضبط يعني التأرير أدانا جمهور الأهلي وأدانا شيكابالا ودونجا هل ده ممكن يؤدي إلى قرارات بعقوبات رقم واحد إذا كانت الإجابة بنعم فالعقوبات ستطبق سواء بغرامات هتطبق على الجميع أو لو في عقوبات تخص الإيقاف فتطبق في نفس البطولة يعني بطولة كاس مصر وعليكم خير اللي هتبدأ الأشهر اللي جاية لسه ما تحددش موعدها ممكن لو في عقوبات ضد شيكابالا ودونجا هتطبق بس هنا مش هتطبق مثلا في ماتش الزمالك والجونة بكرة مش هتطبق في ماتشات الدوري أو ماتشات السوبر لو هيتلعب لاحقا أو في أي بطولة يطبق فقط في مباراة الكاس الدوري عقوباته في الدوري والربطة الكاس يطبق في الكاس السوبر يطبق في السوبر تمام؟ تمام اللي احنا شفناه من التقرير اللي مكتوب ده ايه قراراته المحتملة تعالوا نشوف الليحة وين تحكمه اللي تقال ده أو اللي حصل ده هل يندرج تحت بند واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة دي ليحة العقوبات قدامنا الاعتداء بالضرب على الحكم مش بتاعتنا نزول أحد من اللاعبين الاحتياطين أو الأجهزة الفنية أو الإدارية أرض الملعب بدون إذن مش بتاعتنا في حالة النزول بصورة جماعية مش بتاعتنا في حالة اقتراب أحد الأجهزة الفنية أو أحد اللاعبين من منطقة مراجعة الحالات على الشاشة مش بتاعتنا في حالة ارتكاب أي فعل من شأنه إصارة الجماهير ممكن دي أول حاجة تبقى بتاعتنا عقوبتها أربع مباريات وغرامة كام دي مئة ألف جنيه سحب أو إخفاء الكرات مش بتاعتنا قصف الكرات مش بتاعتنا وجود تسرب أعداد زائدة داخل الملعب تأخر نزول وهكذا 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 ما فيهاش وبالتالي إذا اعتبر الموضوع إثارة الجماهير ممكن تبقى أربع مباريات إذا اعتبر الموضوع أقل من كده أو لجأنا إلى بند آخر أو إلى قرار آخر ممكن تبقى مبارتين وبالتالي ممكن تبقى من مبارتين إلى أربع مباريات والله أعلم بس اللي قدامنا هنا على الليحة مكتوب في قصة إثارة الجماهير فهل دي إثارة جماهير ولا أقل ولا أكتر ده الليحة اللي قدام حضراتكم وننتظر القرارات اللي قد تكون في النهاية بلا عقوبات أنا بس بحكي لكم اللي اتكتب في التقرير والتفسير المحتمل لها طيب دي النقطة الأولانية أو التالتة النقطة بقى الرابعة الجول بتاع إمام عشور هل هو جول ولا لأ أقول لكم رأيي أنا وهي الكرة بتتعاد قدامي قلت جول وهي بتتعاد قدامي أنا على الشاشة كنت بتكلم مع أصدقائي فقلت لهم يعني أعتقد أن يا جولي أخدت وقت أربع أو خمس دقيق لمراجعتها من خلال الحكم بتاع الساحة بعد ما تحسبت أوف سايد راح درونكو وفضل مستني ومش محتاج أنه هو يروح للشاشة ليه؟ لأنه ده قرار تسلل فبالتالي القرارات المكانية ما بتحتاجش أن الحكم يروح يرجعها بنفسه فبالتالي بيتألف الفار راجعنا ولقينا أنه قرارك صح والكرة أوف سايد أو قرارك غلط والكرة جول اتعاملت الخطوط وشوعا شفنا كل خريجي الهندسة خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا بيشرحوا لنا يعني إيه المنظور وبيشرحوا لنا أنك ما ينفعش تحط الخطوط كلها بنفس الدرجة بل تبدأ من نقطة فوق وتنزل كده وبعدها تنزل كده وتنزل كده بنيوا بينكم بالصورة اللي قدامنا اللي من غير حتى الخطوط اللي طلعت لنا أن هي بتثبت أن هي أونسايد أنا شايف أن هي أونسايد يعني دي عناية أنا بتقول كده عناية بنظريتنا بالتعود على الملعب لما بتبقى في ملعب بتبقى شايف المشهد ده أنه كده في إمام عشور رجل أو كعب عبدالله السعيد هو الأقرب للمرمة لكن عموما ولا عناية ولا عنيك تحكم وإلا ما كانش الفار تعمل فالفار قال أن الهدف كان صحيحا ودي لقطة إمام عشور بينما كان بيستقبل طولية أفشا اللي غير المباراة لما نزل واللي عجبني في أفشا فكرة أنه أنا هلعب أنا جاهز مش هلعب أنا بستعد لإمتى هلعب علشان أصنع الفارق وقد كان إمام عشور ربما على مستوى المباراة ككل ما كانش ظاهر بالشكل الكويس ودي مش مشكلته هو قد من وجهة نظري مشكلة سلاثي خط الوسط اللي اعتمد عليه مارسيل كولر اللي هو كان ندفد وعمر السلية وإمام عشور ندفد في النص وعلى جنبيه إمام والسلية وإن كان في النهاية سجل هدفا واحتفل حينما سجل في مرمى فريقي السابق هل دي حاجة تعيبه؟ ما تعيبوش لكن بروتوكوليا الناس بتنتظر عدم الاحتفال خصوصا مع الربط مع فكرة أنه اللاعب لما راح لجمهور الزمالك وده حصل قدامي أنا وكان في وقت ما واقع قدام جمهور الزمالك فشاور لهم كده بأن انتوا على راسي يعني الناس حتى جمهور الزمالك رد عليه باللقطة دي بأنه يعني ما تقبلوش هذه الإشارة بتاعت إنه بيقول لهم ما تزعلوش أو انتوا على راسي وعلى جانب آخر زيزوا مثلا ده واحد من اللاعبين اللي بيلقوا حبا من المختلف الانتماءات لما تصاب الإصابة اللي كانت في كعب القدم أو في كاحل القدم وهو خارج مصابا في آخر دي من نشط الأولاني جمهور الأهلي سقف له وإمام عشور طبعا طلع الكرة بينما كانت هجمة محتملة إنها تبقى هجمة خطيرة هجمة مرتدة كانت لقطة حلوة من إمام وكانت لقطة حلوة من جمهور الأهلي في هذه اللقطة في مباراة فاز بها الأهلي مبروك وخسر هز مالك هارد لك في النهاية غيب عن المباراة دي ويسام أبو علي بسبب الإصابة ويمكن الدكتور خليد الجوادي المترجم لمستر مارسيل كولر قال إنه ما تزعلوش مني أنا راجل متربي في ألمانيا وفي ألمانيا الواحد بيقول رأيه براحته لأنه عارف يعني قد كده دباجة تمهيدية مدتها سطرين أو مساحتها سطرين علشان لما قال رأيه قبل كده الناس ما سبتوش وإحنا ما بنسبش الناس اللي بتقول رأيه ما يعجبناش فلما قال الرأي ده مهد للرأي اللي هيقوله قال إيه بقى؟ اتكلم على قصة الجمهور ودي نقطة الحقيقة منطقية جدا إنه حتى لو أنتو زعلنين ده حافظ أكتر ليكم إن أنتو تدعموا أكتر فريقكم في غياب المعدات أو في حضورها لكن اتكلم في نقطة بتاعت إن اليوم الليلة المباراة كان يوم نكد ما شرحش ليه لكن هو سبب الشرح أو السبب النكد ده هو إصابة وسام عدم جاهزية ريدا سليم كوكا مش جاهز فكان يوم بالنسبة للأهلي صعب وده اللي استدعى كولر إنه مايلعبش بإمام عشو بمروان عطية مستغربة بالنسبة للدرجة إنه سألت مسؤولي الأهلي قلت لهم هو رضا مروان عنده مشكلة ويلاء جاهز وسليم وكانوا هما كمان مستغربين عدم مشاركة مروان إلا متأخرا ليه؟ لأنه واضح إن كولر اهتم أكتر بمنع الزمالك من التقدم فلعب له السلية وندفد أكتر من إنه يهتم بإنه في خلال المباراة بيبقى هو اللي عنده الكسافة العددية الهجومية لأنه بوجود مروان الدنيا أفضل بتدي مساحة أكتر للتحرك بالنسبة للعيبة الأهلي على مستوى التلت الهجوم لكن الأهلي هجوميا ما كانش بارز في المباراة سواء بإحسين الشاحات أو بيرستاو أو كهربا اللي اتنين تحديدا اللي في الأول دول كانوا أدوارهم الدفاعية أكتر إنما واضح إن كولر كان مقسم المباراة أكتر وكان مش مستعجل الفوز بدليل إن الفوز جاله فور قيامه بالتغييرات وسمع أبو علي أحد المصابين اللي غابوا عن المباراة كولر طلب التحقيق في أسباب الإصابات المتكررة للاعبي النادي الأهلي وبالذات الإصابات العضلية وطلب إنه التحقيق ده يقف عليه أو بيه على أسباب الإصابات المتكررة علشان في فترة التوقف ما يزيتش من جديد بعد ما التوقف الدولي يخلص الإصابات على لعبة الأهلي لأن الإصابات العضلية أغلبها أحمال فعايز يعرف إيه المشكلة وقال إحنا عندنا الفترة اللي جاية متشات محلية وقارية كتيرة ودخلين على أدوار إقصائية في دوري أبطال أفريقيا بكرا إن شاء الله الأهلي هيعرف هيلعب مين وإزا مالك هيعرف هيلعب مين هو مودن فيوتشر على مستوى الكمفدرالية في جانب آخر لكن على جانب آخر كريستو جاهز ريدا سليم جاهز ده لماتشات لماتش الأهلي بكرا قدام البنك الأهلي بإذن الله بعد مباراة البنك الأهلي هيبقى فيه تمرينات تلت تدريبات للأهلي ثم أجازة قرر مرسيل كولر أن يمنحها للعبي الأهلي في فترة التوقف الدولي أجازة خدوا نفسكم استعدوا اهدأوا علشان عندنا اللي بعد كده شوية ماتشات مهمة وقوية أخيرا وقبل ما نسيب المباراة دي من مصلحة الفريق نفسه أي أن كان هو مين أن يجد منافسا دائما له من مصلحة الفريق اللي عايز ياخد بطولات أن يكون في واحد وقف له ما بيسيبوش طول الوقت عايز ياخد منه البطولات ليه ده؟ لأنه بكل بساطة هو ده اللي بيحفزني على الاستمرار في بزل المجهود وبيحفزني بشكل دائم على أن أنا عايز أحط إيدي على أخطائي ومهما نجحت أوص على مشاكل عندي علشان أعالجها علشان فيه واحد هنا واقف ورايا جنبي بيناطحني مستني غلطاتي عشان يشتغل عليها عشان يتفوق علي عشان ياخد بطولات ومن هنا خلقت فكرة الدربيات بالعكس ده حول العالم اللي ما بيلقلوش منافس قوي من نفس مدينته زي ما عندنا أهلي وزمالك بيدور له على منافس قوي من نفس بلده من نفس بلده يعني ليبر بول مثلا منافسه إيبرتون منافسة شرسة بس مش هو المنافس المرعب بيبص على منشستر يونيتد طول الوقت يعني مثلا ريال مادريد يمكن دي منافسة خلقتها السياسة أكتر بتاعت ريال مادريد وبرشلونا لكن كل الفرق بتدور على منافس دي مثلا المنافسة الشرسة دي على ذكر الصورة اللي قدامنا بتاعت منافسة السير أليكس فريكسون في يونيتد مع رافايل بنيتس اللي تولى مسؤولية ليبر بول من 2004 إلى 2011 كانت ليبر بول في الفترة دي برضو منافسة عايز يرجع للتتويجات مرة تانية فكان بيخلص تاني تالت رابع سواء مع تتويج يونيتد نفسه أو مع تتويج تشيلسي اللي كان بدأ في المرحلة دي بقى قوة عظمة في الدورة الإنجليزية هنا مثلا سير أليكس فريكسون كان ليه تصريح مهم قوي عن منافسته مع ليبر بول قال فيها أنه بالضبط كده التصريح اللي كان قاله أنه إذا لم يكن هناك ليبر بول فإن منشستر يونيتد سيكون أقل شأنا ولو لم يكن هناك منشستر يونيتد لكان ليبر بول أقل شأنا هو الآخر الناديان يعتمدان على بعضهما في تكوين هويتهما آه المنافس بيهددك لكن برضو بيطمنك لأن كل ما كان منافسك أقوى كل ما كان الشعور بالهوية اللي جاي من التماسك ضده بيكون أقوى وهو أريكم مثال مهم قوي حلو قوي قوي وهو يمكن أعمق منافسة باير ميونيخ مع دورتموند المنافس الوحيد لباير ميونيخ في خلال السنوات الماضية وعبر تاريخ الدور الألماني بصوا الخبر ده بيقول إن بايرن سيف دورتموند فروم بانكرابتي ويز اتنين مليون يورو قرد بيقول بيقولك إن بايرن أنقذ دورتموند من الإفلاس من خلال قرد قيمته اتنين مليون يورو وحكوا إنه لما النادي بتعرور اللي هو دورتموند كان في سنة 2003 وانتخبوا أو يعني عملوا كان عندهم مشكلة مادية هنا تدخل باير ميونيخ من خلال رئيسه أولي هونس علشان يمنح نادي دورتموند قردا لنادي سيجنال إدونا بارك اللي هو دورتموند علشان يفوقهم من الإفلاس وتفاصيل الخبر بتقول إنه كانت القرد ده بتسهيلات واسعة جدا إنه سددوا وقت منتوا عايزين ومن غير أي فوايد ليه؟ لأنه ده في مصلحة بايرن أن يبقى دورتموند حيا وده سبب الكلام ده كله إيه؟ هو إن منافسة الأهلي والزمالك قيمتها في إنه التنافس ده يبقى دائما وإنه الزمالك بيستفيق دلوقتي وإن الأهلي بيستفيق وبيصلح من مشاكله اللي تبدو بسيطة مقرنة بغيره لإن الزمالك بيحفز الأهلي والأهلي بيحفز الزمالك حتى اللي ملوش منافس بيدور على منافس علشان هو ينجح طمعاً وأنانية في حب نفسه مش عشان عايز البقين يبقى أنجح منه بل لإن نجاح الآخرين وقوتهم بتزود من نجاح وده سبب إن كلوب بيعشق جوارديولا وإن جوارديولا متضايق جداً إن كلوب هيسيبه ويمشي بنهاية ألمس من بعد الفاصل معنا أخبار مهمة جداً في الماتش خليكم عودين معنا أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية النهاردة كان عندنا مباراة واحدة بس في الدوري المصري الممتاز جمعت ما بين الاتحاد السكنداري ومودرن فيوتشر انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن الجولة 16 تعادل جديد ورابع على التوالي لمودرن فيوتشر تحت قيادة الكابتن تامر مصطفى فيما أعاد الاتحاد بعد الفوز في الماتش اللي فات على أمبي إلى التعادلات وكان الفوز النهاردة ممكن يخليه في صدارة جدول الترتيب ولكن انتهت المباراة صفر صفر سيبك من القصة دي الفنية دي اللي مودرن فيوتشر أهضر فيها العديد من الفرص في شوط الأولاني سيبك من ده لكن اللي حصل إنه البديل أحمد رفعت اللي شارك بدلا من علي زعزع في الديا ستين من زمن المباراة سقط مغشيا عليه فجأة في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة في لقطة كانت مروعة مرعبة وقف جنبوء اللاعبين والكابتن إبراهيم محمد حكم المباراة سمع هتافات الجمهور السكندري هو بيقول صفر 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 علشان ينهي المباراة وده كان في الديا 91 من زمن المباراة لحد ما يعتبر استجاب لطلب الجماهير وأطلق صفرة النهاية معلنة نهاية المباراة وسط حالة قلق شديدة جدا من جنش ومن جنش خائد للفريق وزملائه سواء عمر السيسي أو اللعبة اللي كانوا حوالين رفعت ولعبة الاتحاد اللي كانوا قلقانين جدا من المنافسين قبل ما ينقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى ربنا يطمن عليك رفعت وتقوم بألف سلامة رفعت يمكن غاب الفترة اللي فاتت فترة طويلة لأسباب تجنيد وأسباب تأهيل ورجع بعدها للمشاركة في الفترة اللي فاتت بقاله 3 أو 4 متشات لكن هو لعب الحقيقة مهم جدا وإن شاء الله ربنا يطمن عليك يا رفعت هنحاول نطمن كمان شوية كمان على حالته في خلال الدقائق المقبلة ده كان ضمن الجولة 16 اللي عندنا فيها بما تشاتت لعبت في الأيام الماضية مبارح كان عندنا مثلا سيراميكا كريباترا كان بيلعب مع سموحة وفاز سموحة على سيراميكا كريباترا بهدف دون مقابل الإصارة كانت بأن حسام حسن سجل مبكرا واعتمد بعدها سموحة على الهجمات المرتدة في ظل استحواز سيراميكا وبحثه عن إدراك التعادل في آخر ثواني من هجمة مرتدة أخطأ مدافع سيراميكريباترا حسام حسن استلم من نص الملعب لأ بسام تقدم لعب كرة سقطة حلوة قوي لكن جات في العرضة مسكها بسام عمل كاونتر أتاك محمد إبراهيم لعب طولية شكري دخلت 18 خد كنلتي في الديها الأخيرة لعبها محمد إبراهيم تصدى لها هاني سليمان اللي خد لقب رجل المباراة واقتنص صموحة نقاطا ثلاثا مهمة للغاية في جدول الترتيب وخسارة لسيراميكريباترا اللي ما بيلحقش يكسب انتصارين ما بيعرفش أبدا يكملهم لتالت النفس الطويل من مواصفات الفريق البطل العملاق دي اللي بتنقص سيراميكريباترا فكرة الاستمرارية وفكرة أنه يبقى عارف أنه الانتصار التاني مش معناها أننا ركبت وأننا فقت وأننا بقيت ممتاز لا الانتصار التاني يحتاج إلى تالت يحتاج إلى رابع لأنه دي مواصفات الفريق البطل اللي بيها تكتمل مميزات إيجابية جدا موجودة عند فريق سيراميكريباترا في هذه المرحلة طيب الماتش التاني فاز بيراميدز عادة للانتصارات بفوز مهم جدا على الداخلية بهدفين دون مقابل البكرة عندنا ماتشين ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز يظهر فيها بطل الكأس الأهلي في مواجهة البنك الأهلي ويظهر فيها وصيفه الزمالك في التسعة والنصف أيضا في ملعب الجونة ماتش طبعا للتنين مهم جدا فيما تستكمل الجولة 16 بمواجهة ZFC مع المصري إن شاء الله يوم التلاثاء ده بكرة يعني بكرة إن شاء الله لكن من ضمن جولة مختلفة طيب الزمالك أعلن القائمة بتاعته اللي هتلعب قدام الجونة بكرة طبعا جوميز عنده مهمة معنوية مش بس فنية آه ظهر الزمالك بشكل نسبيا كويس فكرة الاعتماد على عبدالله السعيد جنب دونجا ومن قدامهم أوباما أعتقد إن هي بتثبت عدم نجاحها في المواجهات الكبيرة تحديدا لأنه عبدالله السعيد آه أنا شايف إنه كان دوره كويس جدا يعني ما كنت شايف إنه بهذا السوق اللي الناس بتتكلم عليه كان دوره كويس جدا في بناء الهجمة وفي خروج الزمالك من ملعبه إلى ملعب الأهلي لكن على جانب آخر خسره الزمالك هجوميا لأنه صعب جدا على عبدالله السعيد إنه من هنا تلاقيه جوة 18 رايح جاي سقد هجوميا خصوصا إنه أوباما ما كانش في أفضل حالاته ده غير طبعا إنه زمالك من أهم اكتشافاته اللي بتؤكد مباراة بعد التانية إنه عنده مهمة كبيرة أو في الصيف بعد ما يحل مشكلة المشاكل المادية اللي عليه عشان منع القيد المحتمل إنه لازم أول حاجة يعملها إنه الهجوم زمالك عنده مشاكل على مستوى الفينيشر على مستوى المهاجم اللي بيخلص سواء الأساسي ناصر منسي أو سيف الدين الجزيري فالزمالك أكيد بيقول إن أنا غلطت إن أنا ما جبتش مهاجمين لكن في نفس الوقت بيقول إنه ما كانش عندي فلوس فأديني أسمتها وأولوياتي في الصيف هي التعاقد مع مهاجمين ضم جوميز أربع صفقات بس من الصفقات الجديدة فيما وصل استبعاد ستة من اللاعبين المنضمين حديثا في قائمة الزمالك أمام الجونة من ضمن اللاعبين اللي دفعوا سمن الأداء في مباراة الزمالك والأهلي كان سيف الجزيري اللي خرج من قائمة الأهلي في مباراة الجونة غدا لتأتي قائمة الزمالك في مواجهة الجونة كالتالي في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي وعبد الرحمن نفاد في خط الدفاع حمزة المثلوسي عمر جابر محمود علاء حسام عبد المجيد عمل ماتش كويس حسام عبد المجيد يوم الماتش مصطفى الزناري أحمد فتوح اللي أكيد مستغرب أنا كمان عدم انضمامه للقائمة المنتخبة نتكلم عنها خط الوسط دونجة أنا كمان بشوف أنه كان يستحق جدا الانضمام رؤى شحاتة سيد عبدالله نمار أحمد حمدي ناصر ماهر أعتقد يا ناصر أن المستواك اللي دايما بتعمل بيه فارق مع الزمالك انضمامك للمنتخب مش هيبقى بعيد عبدالله السعيد شيكبالة مصطفى شلبي وانت كمان يا شلبي واصل مستوىك كان متفوق يمكن على محمد هاني في أغلب أوقات المباراة يوسف أوباما في الهجوم ناصر منسي وسامسون أكينيولا في الغيابات إذن الوينش عبدالشافي زيزو سلامات يا زيزو إبراهيم انضاي وللأسباب الفنية متيابة وسيف جعفر وزياد كمال وياسر حمد وترابيز متيابة زي ما قلنا ومحمد عاطف إلى جانب سيف الجزيري مجلس إدارة الزمالك طلب انه يجتمع بعد مباراة الجونة مع جميز عشان يسأله ليه الصفقات بره التمنتاشر بشكل متتالي عايز يقعد معه عشان يسأله هل في مشكلة ما ولا هل ده ضمن أفكارك ان انت تدخلهم القوائم واحدة واحدة ولا المستويات مش مقنعة بعد مباراة الجونة هيبقى الغرض من القعدة دي يطلبوا منه ويفهموا ليه اللعيبة دي ما بتدخلش القوائم المعسكرات اللي محتاجها الفترة اللي جاية اللي هيعمله في فترة التوقف الدولي الى جانب التأكيد على دعم المجلس لجوزي جوميز في الفترة المقبلة زيزو بالإصابة اللي تعرض لها في مواجهة الآلي في الدقائق الأخيرة من الشرط الأولاني هيجيب لحد منتصف شهر إبريل فترة طويلة طبعا مؤثرة جدا خلالها هيكون الزمالك كمان لعب متشات على مستوى بطولة الكونفدرالية الأمل الأكبر للزمالك بعد خسارة بطولة الكأس وبحسب المصدر فلمدة شهر على الأقل لحين التعافي من التمزق من أربطة الكاحل إلى منتخبنا الوطني أعلنت قائمة المنتخب الوطني وبعد ساعة من إعلان القائمة عبر منصات الاتحاد المصري لكرة القدم جاء المؤتمر الصحفي بحضور الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن والإجابة على التساؤلات المطروحة تعالوا نشوف جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع مع حضرتكم أهم استعداد لماتش الماتشين المهمين في تصفات كاس العالم مع بوركينا وغينيا إن إحنا نلعب مع منتخبات قوية ومختلفة مختلف ستايل بتعمل لعبهم وزي كرواتيا بطل ثالث العالم وتونس شمال أفريقيا من المنتخبات اللي إحنا عارفينها سمسومة نيزولندا منتخبات القوية اللي بتمؤسرة في العالم الحمد لله قدرنا نطلع بأفضل اللاعبين اللي موجودين في الوقت الحالي واختياراتي الحمد لله إن أنا في المرحلة دي جناي أنا على رؤية الفنية وجهازي من الناس اللي هي جاهزين فنيا وبدنيا نوعا ما طبعا كل اللاعبين اللي هم مش موجودين معنا في القايمة اللي اخترناها كلهم متاحين لنا مفيش حد مستبعد وتواصلنا حتى مع بعض اللاعبين من خلال كابتن إبراهيم اللاعبين اللي هم مش موجودين في القايمة وبعض اللاعبين كلمناهم وإحنا مستنين منهم إن هم يكون في مشاركة بصورة جدية بصفة جدية مع فرقهم في الخارج وفي الداخل في لعبين كانوا طبيعيا المفروض إن هم موجودين معنا في القايمة لكن طبعا حصل إصابات وفي نفس الوقت كنا نتمنى إن شاء الله إن يكونوا موجودين معنا في أول مع أسكر ولكن لنا الظروف وأمل إن شاء الله المباراة آخر مباراة في الدورة يوم 12 مباراة في الدورة المصري ما يكونش فيه إصابات تاني لأننا فقدنا يعني عناصر كانت مهمة زي يعني حتى زي زيزو وزي مش مفاجأة طبعا كان الوجود كنت في دماغي إن أنا فكر في رمضان صبحي وكنا بنحاول إن هو نعده نفسيا ومعنويا بعيد عن الاختيار قبل ما نختار فدي مش سر لكن ده طبيعا إن رؤيتنا في إنه إحنا نشايفين في العيبة تستحق إن تكون موجودة ولكن بعد الظروف معينة فبنحاول إن إحنا نكون متواصلين معهم بناءا على طلب محمد صراح بناءا على طلبه والجواب اللي بعد رسم الاتحاد إن هو شايف من طلبه إن هو الفتر دي بقاش موجود عشان من ناحية إن لصابه تحته عايز يتدرج مع فرقته فبناءا عن طلبه وكواب جيل الاتحاد حصل تواصل جيل بالرسائل مع تها الجورة وفعل شايفين كجهاز إن خلاص هو شايف إن الفترة دي حس إن هو بدنيا وأفضل لي إن هو يتدرج بشكل بناءا على تفكيره أو تفكير الناجي لفردول بحيث إن هو مش ممكن تجيب حد غزبا عنه إن هي هو راجل طلب هو لطلب عزمي والجواب جيل عزم الاتحاد إن الفترة دي بقاش موجود ويتدرج بعد كده في حتة إشراكه مع ناجي لفردول بنسبة للقايمة أنا شايف إن هو مش عامل أي حسابات خالص للأندية بضم اللعيبة وفقا لإستراتيجيته ووفقا لإسلوب لعبه أعتقد إن اللعيبة اللي موجودة الفترة دي قدامها فرصة كبيرة جدا إن هي تثبت نفسها وإن هي تأكد لكابتن حسام إن هي اختياراته سليمة في الأول وفي الآخر أنا كنت أتمنى شخصيا إن محمد صلاح يكون موجود خاصة إن ده أول معسكر للكابتن حسام حسن وجود القائد في حد ذاته كمحمد صلاح موجود كان أنهى الجدل تماما عن أي كلام كان بيتقالي الفترة الأخيرة طبعا في الأول وفي الآخر قائمة اللي اخترها لكابتن حسام حقه أصيل لي بكل تأكيد أنا بس عايز أقول حاجة مهمة جدا تشيرت منتخب مصر أكبر من أي حد أي أن كان الاسم اللي بيشارك سواء لعب دولي أو لعب محلي مع احترامل أي لعب منتخب مصر هو اللي بيكبر أي لعب أعتقد يعني إن الإنجليز يعني مش أسوأ مننا يعني يعني مش هما اللي يحطوا لعب في قائمة إلا إذا كان جاهز فنيا وبدنيا في حتة إن هو جاهز فنيا أو بدنيا دي دي صفحة مقفولة يعني خد بالك القصة أنا من وجهة نظري شايفة قصة خلاف ما بين حسام حسن ومحمد صلاح بعد التصريح الشهير اللي الدنيا كلها عارفة لما كابتن حسام طلع في أحد البرامج وانتقد محمد صلاح أمر غريب بالنسبة لي يعني عدم الدمام عدد كبير من لعبة نادي الزمالك رغم أن نشوفنا مباراة القدمة الأخيرة أن الزمالك حتى كان متفوق فنيا وبدنيا جوا الملعب بشكل ملفت عدم وجود كمان بالأخص عمر جابر اللي هو كان في المباراة الأخيرة قدر يرجع نفسه عكس الموسم الماضي عمر جابر بتشوفه كان بيساهم في الأهداف وبيسجل أهداف سواء مع الزمالك في الكونفدرالية أو حتى في بطولة الدور العام وعدم وجود دونجا كمان رغم أن دونجا بيظهر بشكل ومستوى كويس في الفترة الأخيرة مع الزمالك كمان أحمد فتوح اللي هو يعتبر أحد الركاز الأساسي في الجبهة اليسرى للكرة المصرية دي يعني دول أخطر ثلاثة اختيارات بقدوا عليهم علامات استفاهم اللي ما تميش اختيارهم من نادي الزمالك أهلا بحضراتكم مرة تانية إيه قصة القايمة دي مبدئيا كده من حق أي مدير فني أن يختار قائمته ومن حق أي محب ومحلل لاعبا سابقا كان أو مشجعا أو أي حد في الدنيا أن يقول رأيه في القائمة سواء كانت بموضوعية أو حتى متفقة مع انتماءه هو ومع نظريته هو مع اللاعبين اللي هو بيتفرج عليهم أكتر مفهوم تماما لأنه في الآخر اللي بيحاسب هو المدير الفني اللي اختار القائمة ودي أول قائمة في معسكر افتكروا أنه ودي وبالتالي هو مش محدد للمرحلة التالية لكنه بيعطي مؤشرات طبعا بيدي مقاييس بيدي أفكار كيف يفكر الكابتن حسام حسن في المرحلة اللي جاية دعالوا نشوف ايه أبرز الملاحظات اللي ممكن نكون خدناها لكن لما نستعرض الأول قائمة المنتخب اللي أعلنها الكابتن حسام حسن لوديتي مارس اللي هتكونوا في الإمارات واللي بالمناسبة هيكون رئيس البعثة فيها الأستاذ محمد أبو الوفى عضو مجلس دارة اتحاد الكرة المصري محمد عواد من الزمالك محمد أبو جبل من البنك الأهلي المهدي سليمان من الاتحاد مصطفى شبير من الأهلي أقول لكم بس حاجة في النقطة دي الكابتن حسن حسن مقتنع جدا بعواد مقتنع جدا بأبو جبل من ساعة تجربة سموحة رغم خلاف كان بينهم بسبب بعض العلاقة ما بينه ما بين عدد من اللاعبين كان من ضمن أبو جبل لكن اتحلت والكابتن حسن حسن مقتنع جدا بأبو جبل والمهدي سليمان الكابتن حسن حسن مقتنع جدا بيه وشاف أنه من أفضل حراس المرمى في الدوري ومصطفى شبير مستوى تحديدا في مباراة الأهلي والزمالك مع اختبار زي ده مع تجارب سابقة لكن ختمها بماتش الأهلي والزمالك بمستوى الرائع النجح في كل الاختبارات اللي ظهر فيها أبرزها تصويبت مصطفى شلبي وأقواها تصويبت تزيزو رجح كفته على جنش وعلى بسام على جنش وعلى بسام وعلى صبحي بالمناسبة تقول لي صبحي هو كان بيلعب أصلا نقولك كان موجود في حسابات الكابتن حسن حسن لكن تفوق مصطفى شبير على كل هؤلاء في اختيارات حسن في النهاية خط الدفاع محمد هاني وطبعا دي قناعة واضحة جدا بغض النظر عن مستوى محمد هاني في ماتش الزمالك أو عن مستوى في المرحلة دي الكابتن حسن حسن مقتنع أن محمد هاني أفضل باكرايت في مصر وابراهيم حسن نفسه اللي هو المدافع التاريخي الباكي مين التاريخي أكرم توفيق مستغربة لأنه هنا هو اختياره باين قوي أنه باكرايت مش هاف دفندر خصونا ما بيلعبش مع الأهل يبقى كرايت بقاله فترة لما بيلعب ده لما بيلعب بيلعب في نص الملعب وبالتالي أنا بشوف أنه لا ممكن عمر كمال عبد الواحد وواضح أن خلاف عمر كمال عبد الواحد مع الكابتن حسن حسن بسبب تصريحات عمر لسه سايب رواسب أتمنى أن تزال كل الرواسب لمصلحة المنتخب وأي خلافات حتى لو حد قال رأيه قبل كده الرأي ده ما يخليش أن الواحد يستبعد نهائيا فأتمنى لو كان يعني استبعادي يبقى مبدئي لأنه في الآخر من مصلحة المنتخب أن اللاعب الجاهز الخلوق المستوى كويس اللي بيلتزم تكتيكيا يكون موجود في المنتخب عشان يشعر الكل بالعدالة أحمد هاني أنا بشوف أنه كان لازم يتحط لكن محمد شكري أهو كف جبها النحية التانية من سيراميك ريبوترا كانت مستحقة جدا وانضم مبروك يا شكري محمد حمدي بينضم من بيرامدز أحمد حجازي أعتقد لعمل الخبرة المهم جدا محمد عبد المنعم بالمناسبة عبد المنعم وبيرسي تاو ما تدربوش النهاردة لماتش الأهلي قدام البنك الأهلي بكرة وقد يكون مؤشر لغيابهم بكرة رامي ربيعة بينضم الحقيقة أداء قوي من رامي ربيعة وفيه صلابة ومن اللي هو إيه انت هتلاحظ كان فيه أسماء انضمامها لأنهما الستايل اللي بيحبوا حسام حسن مش على المستوى الفني بس لكن على المستوى اللي هو الراجل اللي بيقاتل اللي بيحارب اللي هو الليدر ده اللي هو الجرينتا دي زي أكرم توفيقه زي رامي ربيعة أحمد رمضان بيكم مبروك يا بيكم برضو ده على مستوى قلب الدفاع وعلى مستوى الباك اليمين إذا كان هناك حاجة في الوسط حمدي فتحي مروان عطية إمام عشور أفشة أحمد نبيل كوكا خماسي الأهلي ومعهم إكس أهلي حمدي فتحي وده يمكن أسارة جدلا كما شوف أنه لا يدعو إلى الجدل لأنه في الآخر القوام اللي بينجحك هو اللي تضمه وقد تكون فكرة أن الفريق اللي بيكسب بيجيلي بمعنويات كسبانة بتفيدني قد تكون دي من ضمن المؤشرات اللي بينلنا من اختيارات الكابتن حسام حسن الأولى وإن كان كوكا كان مصابا وغائبا فإن شاء الله لكن هو لعب مستقبل يعني كوكا لعب مستقبل ممكن يكون ده في إطار النزول بمعدل الأعمار في خط الهجوم أنا بشوف أنه مثلا دونجا كان يستحق في النقطة دي خط الهجوم ومهند لاشين كان ممكن يستحق في الهجوم تريزي جي مصطفى فتحي حسين الشحات عمر مرموش مصطفى محمد أحمد عاطف محمد شريف ومحمد الشامي الشامي طبعا ده كابتن حسام حسن من نوعية اللعبة اللي بيموت فيها اللي هو اللعيب اللي بيجري في كل حتة يلعب وينج يلعب مهاجم يلعب تسعين ديه بنفس المجهود هو كان دربه ست شهور في المصري كان مستوى حلو قوي كان بيلعب بي وينج هو وعبدالله جمعة بعد الست شهور دي اللي كان معارفية من امبي رجع امبي زمالك اشترى لو تفتكروا والحياة محمد الشامي مجتهد جدا مع الإسماعيلي كان عامل موسم كويس ومع المصري السنة دي عامل بداية موسم إيجابية وهو أحد الوجوه الجديدة في المنتخب الوطني مبروك يا شامي بشوف انه ممكن حسام أشرف كان يستحق وانا مستغرب حسام أشرف انت فين يا حسام ولا في المنتخب الأول ولا في المنتخب الأولمبي اللي مسافر علشان يلعب بطولة غرب آسيا تحت داته عشرين سنة اللي في الإمارات اللي في السعودية عفوا أم الفين حسام أشرف ده هده في الدور يا جماعة مع البلدية ده جاب نص جوان البلدية في الدور السنة دي ولا في المنتخب الأولمبي ولا في المنتخب الأول للدرجات دي هو غير مقنع وكان في المعسكر اللي فات للمنتخب الأولمبي المعسكر الجديدة هو اعلنها ميكالي مش من ضمن مهاجمين حسام أشرف ولا في المنتخب الأول أفة بشوف أنه كان يستحق لو بيتكلم على المجتهدين لو بيتكلم على لكن في النهاية اختيارات المدرب مفهومة تماما أما عن محمد صلاح وأخيرا بشوف أن الملف مهم جدا أن يبقى هادئا وبلاش الكلمة اللي بتطلع في النص حتى لو الواحد زعلان وحتى الواحد بيستاهل أو محتاج تأدير أكتر ما يسخنش مع سخونة الإعلام والجماهير فكلمة بناء على طلبه ما كانتش تتقال أي غصب عنه ما كانتش تتقال اللاعب واضح أنه مصاب مهم بس يبقى فيه تواصل مهم من اللاعب أن يتواصل مهم من المنتخب أن يتواصل ويشوف أنه بيودار كويس جدا من جانب وزير الشفاء برياضة واللي يهمنا في المصلحة العامة مش مين اللي يتواصل فالهدوء لأن اللي جاي أكتر بكتير من اللي فات والبدايات ممكن تبقى محتاجة فيها تنشنة مش مفهومة فنبص بنظرة أبعد لأن المنتخب يحتاج محمد صلاح ومحمد صلاح يحتاج المنتخب وبالمنتخب نقصه ده المنتخب ككل والجهاز الفني اللي محتاج إلى النجاحات في المرحلة المقبلة أخيرا وقبل الختام نقطتين أخيرتين النهاردة النصر كان بيلعب مع العين في إطار إياب مباريات الدور ربعي النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا وكانت مباراة الزهاب خلصة 1-0 للعين بهدف سجله سفيان رحيمي والنهاردة رح نازل بيلعب في الأول بارك في الرياض رح مسجل جولين بقية 2-0 للعين في مواجهة النصر إيه الحكاية؟ هل هيحصل كامباك ولا صعب؟ لكن اللي حصل أنه اتحصل الكامباك بعدها إيه بقى اللي حصل؟ أنه نجح خالد عيسى من عرضية خالد عيسى حارس مرمى العين يسجل في مرمى بعدها بدقيقة يسجل أليكس أو يسجل قبلها بدقيقة كان عبد الرحمن غريب مسجل للنصر بقية 2-2 أليكس تيلس سجل في الديها 72 بقى الثلاثة 2 وفي دوري أبطال أسيا الثلاثة 2 زي الواحد صفر مفيش قاعدة الهدف خارج الملعب فمشيت المباراة بالشكل ده ولجأنا إلى الأشواط الإضافية راح العين مسجلين جول بقى الثلاثة 3-3 الشمسي وشكراً كده هيكسب لكن كريستيانو رونالدو أخيراً بعد ما ضيع كريستيانو رونالدو بصراحة أنا أتكسف أن أنا أقولها وأبقى محرج أن أنا أقول إن كريستيانو رونالدو مستوى وحش ومن أسوأ لعبي النصر لكن هو الحقيقة من أكتر لعبة اللي بتهد هجمات النصر مش هحتاج إيه مش عارب بس ده كريستيانو مش أنا اللي هنصح كريستيانو خالص في الكرة بس أنا أبقى متضايق لما لقى إن كريستيانو مكينة الأهداف المرعب الجبار بيبقى ولا عارف يوقف ولا عارف يرقص ولا عارف يفنش التلات حاجات اللي هو كان 20 من 20 في يوم طول عمره يعني فالمهم مسجل بينلتي في الديئة 118 فلجأنا إلى ركلات ترجيح خلال الديئة اللي جاية هتكون خلصت ليه؟ لأنه الضربة الأولى ضيعها برويزوفيتشل النصري رحيمي واصل التقلق المغرب مولعة على فكرة أن إزاي رحيمي ما بيستدعش تحت قيادة وليد الكراكي وعندهم حق أليك ستيليس رح مضيع التانية للنصر جامرة رح مسجل بقت 2-0 كريستيانو رح دخل سجل الشمسي رح مسجل وأوتابيو رح مضيع مضيعين أربعة تلاتة من أربعة النصر وفاز العين وتأهل دلوقتي حالا إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أسيا ليبقى النصر في موقف صعب للغاية ومديره الفني بكل تأكيد كاسترو قبل الختام أحمد رفعت مليون سلامة عليك يا رفعت رفعت أغم عليه لوحده تشخيص الحالة أنه أزمة قلبية هارت أتاك حصلت له جوه أرض الملعب حالة اللاعبين كانت مقلقة جدا بالقلق اللي كان عليهم الحمد لله تم إنعاش أحمد رفعت جوه أرض الملعب نقل إلى مستشفى السلام في الإسكندرية مستشفى زمزم في الإسكندرية الحمد لله الحالة تبدو مستقرة لأنه النفس رجع له على الأقل وإن شاء الله ربنا يطمننا عليك يا رفعت وترجع بألف سلامة وتفوق وتبقى زي الفل ودعواتنا ادعو الأحمد رفعت في يوم أول وليلة تانية من شهر رمضان المبارك سلامات يا رفعت يا رب تقوم بألف سلامة عموما دي كانت أخبارنا ودي كانت حلقتنا والساعة معاكم عمرها ما بتكون كفاية لكن بكرة ساعة جديدة الساعة 11 فحتى نلتقي تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوته كل سنة وإنتم طيبين ترجمة نانسي قنقر